اشتركوا في القناة حكم محكمة التمييز العسكرية الصادر بتاريخ 25 4-2018 في القضية رقم 1 إرهاب 2017 وذلك بتخفيف عقوبة الإعدام الصادر بحق المذكورين تاليا إلى عقوبة السجن المؤبد وهم مبارك عادل مبارك مهنة فاضل السيد عباس حسن رضي السيد علوي حسين علوي حسين محمد عبد الحسن أحمد المتغوي مسئولية كبيرة ومهمة تلك التي يحملها القضاء المدني والعسكري في مملكة البحرين لتوفير كافة الضمانات والمحاكمات العادلة للمتهمين في مختلف القضايا وقد أخذ القضاء العسكري مسئوليته الوطنية في قضية محاولة اغتيال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين والتي أصدرت أحكامها على خلية إرهابية مكونة من ثمانية عشر شخصاً تراوحت أحكامهم بين البراءة لمن لم تثبت في حقه الاتهامات والسجن أو الإعدام لمن أدين إلا أن مصادقة جلالة الملك المفدى على حكم محكمة التمييز العسكرية في القضية جاءت بلفتة كريمة وإنسانية من جلالته بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق المحكمين إلى عقوبة السجن المؤبد وذلك ما لقي فرحة غامرة لدى أهالي المحكمين أفرحنا أفرح كل العائلة يفرح كل الوطن نتمنى استمراره نستمنى مكرمات من الملك من القيادة الرشيدة يعني من الأمن والأمان والله يجازههم خير إن شاء الله والله على حسب المحاكمات نحن نشوف يعني كان الحكم نزيه طبعاً شعورنا لا يوصف بهذا المكرمة أو التخفيف الحكم واللي جت من جلالة الملك وتنازل المشير بحقه العام يعني بس يعني تعرف أن جلالة الملك قلبه كبير إن شاء الله من نسبه للمواطنيين هو كان يتصل بس في الجلسات دائماً نقعد إياه يعني هنا آخر الجلسة ربع ساعة ثلساعة يعني يكون فيه لقاء شعوري ما ينوصف يعني طبعاً ما قصر بسلمان صراحة هذا الشيء فرحني يعني الحمد لله يعني من من أعدام لا ما أبي الشعوري ما ينوصف يعني هذا الشيء طبعاً مستانس يعني على لفتته الكريمة بالمصادقة على تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد وخلال مراحل التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز عمل القضاء العسكري على توفير كافة الضمانات بحسب المعايير الدولية وأبرزها توفير حق الدفاع والمحامين والمحاكمة العادلة والتواصل مع ذويهم بشكل مستمر ومنتظم المؤسسة الوطنية لحوق الإنسان حضرت جميع جلسات هذه القضية في مراحل الثلاث المرحلة الابتدائية ومرحلة الاستئناف ومرحلة التمييز وتابعت هذه المسألة منذ التعديل الدستوري الذي صار بالتوافق مع السلطة التشريعية ومن ثم تعديل قانون القضاء العسكري والذي أيضاً كان بتوافق مع السلطة التشريعية فعلى ضوء ذلك ومع هذه القضية التي يحاكم فيها مدنيين في نطاق ضيق جداً وهو نطاق قضايا الإرهاب قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور جميع الجلسات وأثناء حضورنا وردت بعض الادعاءات المتعلقة بالتعديل فعلى إثر ذلك تمت مخاطبة سعادة رئيس القضاء العسكري وتمت إحالة جميع المتهمين في هذه القضية لثلاث لجان طب شرعي منفصلة عن بعض وأكرت جميعها عدم وجود أي أثر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو القاسية وهذا يؤكد من أن مملكة البحرين لا توجد فيها سياسة تعذيب تابعنا القضية منذ بدايتها في شهر أكتوبر الماضي وعندما أحيلت إلى محكمة الاستئناف تابعناها أيضاً وظلت متابعتنا متواصلة حتى صدور الحكم من محكمة التمييز الإعلام يعني ضمانة من الضمانات التي توفرها المحاكمة العسكرية والتي تؤكد أن كل شيء يتم تحت الضوء ومن خلال القوانين المعمول بها سواء القوانون المحاكم الإجراءات الجنائية المعمول به في المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية وأن كل شيء يتم في هذه المحاكم يتسم بشفافية كبيرة وتنقل وقائعها للجمهور جلسات المحاكمة خلال مراحلها الثلاث شهدت حضورا كبيرا من قبل مختلف الجهات الإعلامية المحلية والدولية والتي حظيت بفرصة حضور الجلسات والتغطية المستمرة لمجريات القضية والتحاور مع أهالي المحكمين ومحامي الدفاع بشكل متواصل والذين أكدوا على نزاهة الأحكام القضائية المتمثلة بالبراءة الصادرة سابقا بحق عدد من المتهمين مصادقة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على الأحكام الصادرة في هذه القضية بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد هي لفتة إنسانية كريمة لاقت الفرحة والسرور في صدور أهالي المحكمين والذين أكدوا توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة في جميع مراحل التقاضي يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر